تتواصل العملية العسكرية في جبهة المدينة الشرقية والغربية حيث تبدو قوات الجيش الوطني هذه المرة أكثر إصراراً على إنجاز أكبر قدر ممكن من المساحات المحررة خصوصاً في الجبهة الغربية التي تخوض فيها معارك شرسة منذ أيام القليلة المنصرمة بإسناد من طائرات التحالف العربي نازالت المعارك مستمرة منذ أربعة أيام وتم بحمد الله تقدم كبير للمقاومة والجيش الوطني والميليشيات منهارة وبحمد الله تم السيطرة على نقطة الهنقر وتغاطع الثلاثين وما زال هناك بعض أوكر القناصة في بعض المنازل سيتم تصفيتها إن شاء الله خلال الأيام القادمة وسيتم التهرير إن شاء الله إلى مفرق شرعب وإلى ما بعده بإذن الله قرية الدار وتبة ياسين مواقع استطاعت قوات الجيش الوطني بعد معارك عنيفة من تحريرها بينما تحتدم المواجهة في منطقة مدارات وأطراف مسنع الصمن والصابون وهو ما يرجع حسب مصادر ميدانية انتقال المعارك إلى مربعات أخرى مقابلة لقطع خطوط إمداد الميليشيات في مفرق شرعب وشارعي الخمسين والستين الهدف الرئيسي هو الوصول إلى شارع الستين لأن هذا الشارع يمثل خط إمداد رئيس للميليشيات من المحافظة الشمالياء وذمار وشمال الشمال كما أن خط الحديدة الذي تم قطعه أيضا من الهامل ومعسكر خالد ويمثل خط إمداد من محافظات اتهامية في الحديدة والمحويت وريمة وحقه الآن الهدف الرئيسي هو قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات والوصول إلى مفرق شرعب وشارع الستين إلى جانب محاولات الميليشيات الانقلابية الاستماتة في الحفاظ على مواقع تمركزها إلا أنها تفشل في ذلك لتحاول تعويض إخفاقتها في زراعة الألغام حيث تقف هنا عائقا أمام تقدم قوات الجيش الوطني تتهاوى معاقل الميليشيات الانقلابية هنا في الجهة الغربية من المدينة أمام تقدم قوات الجيش الوطني التي تبدو عازمة على تحقيق أهدافها رغم الإمكانيات الشحيحة في التسليح وكثافة الألغام المزرعة بينما تسعى عنصر الميليشيات الانقلابية إلى تكثيف هجماتها شرق المدينة لتعويض خساراتها حمزة أمين قناة بلقيس من الجهة الغربية لمدينة تعز